السلام عليكم ازايكم عاملين ايه? يارب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا في تجربة جديدة من تجربة في امريكا. اه نهاردة جاية كلمكم على اكلة مشهورة جدا هنا في امريكا. في ناس كتيرها بتحبها. فصوصا انني بيحبوا الجبنة وهي ماكتشيز. اه اللي هي الجبنة المكارونا اللي محتوطة فصوص الشيدر الجبنة. اه يعني لو انتم كنتم بتحبوها وطبعا مش تقدروا تشتروها كل شوية من برا وهي بتبقى غالية. فجاية اتجيب لكم النهاردة شوية اقتراحات ازاي تجيبوها بتبقى بطعم جميل واصلي من غير المعمولة في البيت. ده عندي مكان في الدولار تري بيبيع الماكتشيز. عندي ادي النوع ده حجمه كبير 340 جرام ومكتوب على ظهره طريقة العمل. ده بيبع بارة عن المكارونا ومعها السوس بتاع الجبنة. وفي منها الشكل التاني اللي هو شيلز اللي هو شكل القواقع. بس هو طبعا الشكل اللي هو التاني الصغير هو الاصلي بتاع الماكتشيز. فممكن تجيبو الشكل اللي يعجبكم. وهلاقي طبعا فيه شركات تانية برضو. في عندي ده بقى بتاع كرافت. طبعا ده حجمه اقل علشان خاطر الشركة دي مشهورة اكتر. نفس الفكرة انها مع مكارونا ومحطوط معها سوس الجبنة. هلاقي برضو عندي في التلاجة في برضو اطباق مخصوصة للماكتشيز. جاهزة برضو تحط في المايكرويف. اهي. دي وزنها تقريبا ميتين وعربعين جرام. وزي مكتوب عليها ان هي بتتعامل في المايكرويف. تقريبا بتاخد اربع دقايق في المايكرويف وتكون مستوية. برضو الشركة دي منزلة برضو مثلا اللي هي دي الالفريدو. الماكارونا الالفريدو. والبروكلي. اه انا بحبها برضو الالفريدو. اه انا هاخد الاتنين دولة نهاردة. وهنجربهم مع بعض وهنشوف ناتجيتهم مع بعض. وبرضو هجرب النوع ده من المايكتشيز. عشان نشوف الفرق ما بينه هو والنوعين التانيين. ادي عندي هنبدأ بالنوعين دول. اه ادي عندي العلبة بتاعت المايكتشيز. اه بيقول لي ان احن هنفتح الغطا نحطها في المايكرويف تلات دقايق. وبعد كده هقلب وبعد كده اسيبها دقيقة ونص. ده شكلها لما فتحتها جواها الماكارونا محطوطة على جنب. والصص محطوط لوحده. ده الواحده وده الواحده. عشان كده بيقول ان احنا هنحطها نسويها. وبعدين نقلب الاتنين مع بعض. اه وبعد كده نحطوهم دقيقة عشان ايه يتجنسوا كويس مع بعض. والماكارونا تتشرب. اه دي نحططها في المايكرويف كده تلات دقايق. وعبال ما هنصيب تشتوي في المايكرويف. اه نشوف النوع التاني اللي هو الالفريدو. ادي شكل العلبة بعد ما فتحتها. اه جواها هي الماكارون طبعا متجمدة. جواها الفراخ. والبروكلي. اه عندي التلات دقايق خلصه. واده الماكاتشيز طلعته. بس خلو بالكم بيبقى صخنة جدا. حتى الطبقة صخنة. نحاول نقلبه كويس بحيس ان الصوص يبقى يوصل لكل الماكارونا. اهو زي ما انتم شايفين شكل الصوص تقلب في الماكارونا. هحطه تاني في المايكرويف زي ما عاد دقيقة او دقيقة ونص. اه ادي خلاص كده. الماكاتشيز جاهز. كده خلاص اهو. اه بس يتقلب كده هو عشان يتجانس كده مع بعضه. وكده هو جاهز للأكل. بس طبعا الكمية بتاعت الطبقة ده ما انتم شايفين قليلة جدا مش كبيرة. اه وده شكل الماكارونا دي النهائي. هسيبها كده على جنب. وانا حطيت اللي هو الماكارونا الالفريدو. اه لحد ما ده يستوي. اه دي الماكارونا الالفريدو عد اول تلات دقايق عليها. هنعمل نفس الفكرة. هقلبها. اه وبعد كده هحطها تاني دقيقة ونص بعد ما قلبتها كويس. اه علشان الصوصات توصل لاي مكان. ادي كده هو خلاص بعد ما قلبتها. هغطيها. هرجع هحط الغطة تاني عليها زي ما هو قيل. واحطها في المايكرويف من دقيقة دقيقة ونص. هحطها في المايكرويف وبعد كده نطلحها. اهي طلعت معي من المايكرويف بس خليب لكم برضو نفس الفكرة انه هي ثخنة جدا. وبرده هقلبها تاني. علشان خاطر ده يبقى الشكل النهائي عندي. كده خلاص الماكرونتين جاهزين معايا. ده الماكاتشيز ودي الفريدو. اه واجبة سهلة جدا وسريعة. والمنسبة لحد بيحب الحاجات دي. ومش عايز يعملها. هتبقى سهلة جدا. وانصحكو بيها. نيجي دلوقتي نجرب النوع التاني عندي الطريقة بتاعتهم. هو بيقول ان احنا بنسلق الماكرونا بتاعتنا من تمانية لعشر دقايق. ادي العلبة بعد ما فتحتها. هلاقي جواها صص الجبنة. وده صص سايل جاهز. علشان فيه انواع بيبقى الصص اللي معاها عبارة عن بودر لسه بتعمل بزبدة. اول حاجة هعملها هاصلق الماكرونا بتاعتي. وهصفيها وهجبها زي ما هي بدون شطفه اي لان احنا ما نشطفهاش. اجيبها وهي صخنة كده اهو في البولة اللي احنا هنقدم فيها الماكرونا. آآ ولازم تبقى صخنة زي ما انتوا شايفين عشان صص الجبنة يسيح معايا ويزا يارف يتقلب كويس ويغطي لي الماكرونا كلها. ادي عندي صص الجبنة ديني هفتحه اهو. وهفضي كله على الماكرونا. وبعد كده هقلبه آآ كويس جدا في كل حتة عشان آآ يبقى كل الاماكن زي بعضها. هوا كده هبدأ تقليب. هقلب كويس. وهسيح الجبنة هتسيح مع صخونة الماكرونا. اهم حاجة بس التقليب كويس. وبعد ما هتقلبيها كويس هتلاقيها خلاص هي كده جاهزة للأكل. او ممكن تحطيها في المايكرويف. يعني تلاتين سانية. آآ علشان الطعم يتجنس معايا ويبقى كله نفس الطعم. ادي عندي اهي الماكرونا. اهي شايفين? خلاص تقليب انا اتجيبنا وصلت لكل مكان. اهي الماكرونا جاهزة للأكل على طول. وهنا طبعا عندي الماكرونا اصلا كانت مستوية. آآ زي ما تقول لكم انا ممكن احطتها في المايكرويف. آآ حطتها في المايكرويف آآ تلاتين سانية. آآ علشان يبقى تجنس كده هو بينها وبين الجبنة وتبقى كلها مية واحدة. وده شكل الماكينشيز النهائي. آآ عملناه في البيت في خمس دقائق. ما فيش عشر دقايق. وآآ بقى لتكليف بواحد دولار. يعني ان حبيتوا بجيبوا طبقة زي ده. مش هيقل عن خمسة دولار برا. وطبعا عاملينه بنفسنا. وممكن طبعا تعمليه السوس الشدر في البيت. بس انا فضل ان حنجيبه جاهز عشان مش بيزبط يعني قوي بتاع البيت زي الجاهز ده. دي كانت تجربتي النهاردة مع ماكينشيز. وهنا حبيت اعرفكم التجربة بتاعتي. عشان لو حد بيحب الماكينشيز زي يعرف في جيبه وما يبقاش كل شيء مضطر يروح يشتري من المحل. دي تجربتي النهاردة. يا رب تكون تجربة مفيدة وتكون دفتلكم معلومة جديدة. وانسونيش من لايك والاشتراك والسلام عليك ورحمة الله.